موسيقى القصة اليوم سيبدوها من قلب عكاشا واحد غرفة كينة امك داخل كتواجد البطال دي القصة اليوم وكينة معا لداخل واحد البنت جا تخصيصا بش تاخد معا حوار قبل ما غضي يطبق في حكم الاعدام كيفاش والاش هاتشي كامل غتعيشو في هاتليستوار بسي عاديس ما حلينا عديرون شمو نتعوى الملقب بالجوكير المغرب كامل كاعرفك هتقولي تي من عشر الصفاحة في العالم كامل معك سلمة جيت بغيت نسولك شي اسئيلونت منها وجاوني بصراح بغيت كنشوفها وكتليها لا بس بعدها من اللي اخيرا سأخد فرصة ندوي فيها مع بياسة بحالك بينما سأخدنا حياتي بغيت نزوينا ضاربة تنوسميتها وقعت ساكتو كتشوف فيها قلت لي بغيت نسولك علاش كتر تاكبت الجرائي معدو وعلاش تحولت من بهلوان كيخلق البتسامة في وجود دراج صغر قتال ما كرحمش قلت لي علاش صراحة ما كي السبب علاش لقد ردنا بكي الساعة لعقوبة ما كيش دخان بلاها هافية اول جريمة رتكبتها كان في عمري سبع سنين قلت جيت واحد لموش تخرجت من الروح بكل بساطة حيات قمثني جاني جريمة كان في عمري تمام سنين قتلت في الواليد تلت جريمة كان في عمري عشر سنين ضحية كان المودير دا الخيرية داك المودير كان عنده فونتا اسم كيتحررش بدراج الصغار دا الخيرية كيتعدالين في البيرو ديالو والتوهد ما كان كيزامي دوي حيات آخر واحد دوا فيهم بيتو سمانة في طواليد كنت عارب لينوكتي جاية جاية داك شلات قنيت عليه كيف ما كي قنيت ديب على الفريسة كانت عدنا واحد غرفة في الخيرية كانت خاصة بالطبيبة سواد داك الطبيبة كانت اللي عمرها دار غيره وصراحة تواهد تواهد ما كان كيحمله اي واحد كان عنده بلان ولا مريد كيمشي عندها مالاش ما كان كيحمله تواهد بكل بساطة حيث غيرك تقولينها هيدو السروال كان عرفوها غد تقولينها برافا ميترو في المسعودة ديك الطبيبة كان وقع ليها مع احد بلان واحد العشية كانت جرحت ومشيت عندها شفتني واقف وكنشوف الدم ومرة مرة كنشمه ادخلتني لداخل وابغا تخيط لي يدك الجرحة وبديت كنغوت حقتي يشوف ما تخافش غدي نديلك البنش ولا نشربك فانيذا بغير غديت شربها غديت نعس رفقتي من بعض تقاني قديت الغارات ولا عارتي شنو مهبت السروال اختار واحدة من هادو دقيت كنشوفه وفي الاخير اختارت الفانيذا حلت كلاده تيروار جبدات من واحدة قريعة صغيرة اعطيت لي شربت مع كاز دي الماء ما كاملاش قريبا ربو ساعة غمت عيني ومشيت ما اللي فقت رقيت عقدات الغارات المهمة شي كامل غير باش تفهم يا انيسا كيفاش حتى انا قديت الغارات وعقلي مزان على دا كتير وارة حتى رجعت لي وهاد لاشية ما اللي خرجت سؤاد كنت حاقة دل بالصح دي كل الشي حتى قبل ساعة المدير قل لي جاندي البيرو كنت عارف وش باغي قل لي جاندي مع الثمانية والثمانية فخيرية كيكون سقيل كنت كنت دنيا خاوية كلي صافي واخي اللولة السبعة ونص كنت انا في ديك الغرفة حليت دكتير وارو تكيت على دك القرية الصغيرة دي الفانيد ومشيت عسى للأساس حديما مع الثمانية كيجيب المدير قهوة ديالو مع الثمانية اللارو بالي للأساس قدام الباب يجيب شواية وكيد ومع الناس وكان هزل القهوة في يديه قررت من حدا وكتليها قررت القهوة تعطلتي بزاف المدير كتفرق عليك صاحبي قررت لي السبعة بدك ترعي عددك لهذا العساس وكلي صافي واخد ابن ديالي كنت اعرى ديك القهوة ارى صاحبي خطفت علي من بنيت دي ويتمت غادي وقفت عودتين وكتلي لابت ديانت ديها بس انو غادي يصب منك ديال بصح قلت لي صافي قد ديانت تمت غادي بعد ديك اللهذا وانو غادي في الطريقة بطلق على عدي الفانيت ويشبتش منه خمسة الفانيتات قدرتو في الكاس ديال القهوة قد كندوب في يوم سبعي كندوب في يوم زيان حتى وسط البيرو ديالو دخلت عندو شافني قل لي ياه اهلان والدي عاديل مرحبا مرحبا مارد خدا من عندي الكاس ديال القهوة وقلت سبلاسو قل لي سد الباب بس ديت الباب ديال بيرو ديك اللهذا وبقاكي شراف القهوة يشوف ديك اللهذا كان قلبك يضرب بالشهد وقلت مع راسي يمكن صافي غادي يكون عاقبئة ولكن منحص الحظ مدى ما جاب بقاكي شراف ديك القهوة شوية بدك يشوف فيها بشهوة قل لي انا كان بغير وليدات صغار ليكونوا دراوش اسمه اوكلامي وخليوني ندير دك شي اللي بغيته ودك الساعة غادي انتحالله فيهم بزيان وغادي يستاعدوا من اي حاجة فقد خيرية غادي يستاعدوا من بزاف دي الحويش مره مره ندبر عليهم انا كعارب شنو كان قصد نجي احدايا قلت لي واخي قبل اللاجي غادي نجي احداك وغادي انتحالله فيك مزيان قال لي اياك ديك اللحظة بدك يتفوه شد في راسه وقال له اوه عدو بالله مش بطر رجيم قلت لي كان شي شيطان قدك شاف يام صدوم وقال لي شنو قلتي قلت لي والو هاك نتحك هاك نتحك معك ديك اللحظة حط راسه على البيرو وما بقاش هسوه قررت محدا وشدته من شعره طيحته من الكرسي للأرض وجبته في الأرض وتمتم حيتي الصمت لدي السروال وحيتي السروال جبت ديك اللحظة الموسى وقضيت الغارات خرجت من البيرو وانا كنغوط وفي يدي اشغل خمسة دقائق الخيرية بالبلاد ديال بصح خصوصا من اللي شافه اخونا مجبت في البيرو ديالو وهو غارق في دماياته كل شكا نقاصد الباب دي الخيرية تمت غادي معهم تانايا خرجت معهم من تماك وغبر لي الآتار قلت كنعيش في الزنقاء شهر كن كافي نولي شمكار حويجي موسخين وحالتي حالة الزنقاء كان صعيبة شويه وعرفتني على بزاف ديالدراري كانو تمك يعيش ضروف لي صعيبة ضروف لي مكفسة ضروف لي مكفسة ديالدراري كانو كيعاملوني مزيئا واخا كلامي كان قليل حتى الوهد الليلة كلمو ديالبرد وكننا في هاد خلا مدورين وهد عافية وكانت فاو مع بزيادنا واحد من دوك الدلالي كان مبوق رشقعت لي علي وبدك يتنمر عليها مخلا ما قال مع ديك الجوج ونصة كل شي كالكاو في ديك الجردر كل شي جابد عليه إلا أنا كتواقف قدام طرود يزبل كان بوعيت أمك حتى لقيت قراءة الشراب خاويين هزيت واحدة فيهم وضربت معطروا طوار هرسوا وبقيت شد الفم دياله ضربت ذلك العضوة تميت غاضي قاسد ذلك الشمكة اللي كانت تنمر عليها أخونا كان جابد علي وكان شد فيه ديك الشيفونة قربت من أحدها أقرب مسافة شدته من شعره مع أحد العيني مع ضربتوه ربعا ديالت ضربات جيت عنقوه حتى خليجوا كله دماياته ندري سمعوا الغوات دياله كلهم فاقوا مستدومين وكي غوتو واللي هرب واللي بقى كيتفرج كل شي مستدوم ديك اللعضة لها تستجعوا ومشي تحييت من شمك مدري الصراحة مع رشوك شمات ولا بقي حياة نيسة صراحة إلا كلمات غدي نكون فرحان حتى قضية الغارات هنا كان بغي الصراحة خدمتي تكون مغيزة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أني وتقينه المهم بقيت مشاروق كازاني يقرأ كان نرتاح فيه بالليل كتر من النهار ما بقيش كنبغي نقرب من دلالي الصغار كنبقى غير ببوهدي وأي واحد دوجة بمعي في الكلام كنصمكها له ما بقيش كنبغي ندري علاقات ما تشي واحد علاش حيش كتناءة كنحسب لي أنا مختلفة اليوم وما كانوا كيبانوا طبيعيين كانوا عندهم أحلام ما غني يخدموه يكبروه يتزوجوه يديروه عائلة أما أنا كان دماغي مصمك مصدوم وكان كيعجبني نشمره الدم كيعجبني نقادي المجرمين نشوفهم كيتعدبوه صارحة كنت عايش في صانف الشخصية وكنت محتاج للمساعدة ولكن الشي اللي ملقيشوش بقيت محتاج لوقف الصنقاوي كل عام كيدوس الملامح دي الوجه كيتبتلوه وبالطبط في الله سبعتاشر عام صوت يبدأ كيغلاد وكنت كساعة زائد نغزة في الوحشية كنت قتلت خمسة دي الدراري وكنت دراري كانوا كيش عدد دوري صغار وكيغساس بوم كيتنوبوا اليوم كل واحد درت لي قتل دي اللي اللي لعب وتفننت في القتل دي هالهم وكنت خليت الاهتار في ذاك الهاتف كانت تلاقيت بوحد دراري اسمي إبراهيم هذا الهاتف كان خدام في السيرك كان هو المسؤول الأول دياله ذاك السيرك كانوا حاطينه في العنق وكان دي معه إبراهيم ذاك يحصلني تماكن شمكار ولكن نشم السيليسيون حتى بروبوز عليه واحد الأشياء نخدم معه في ذاك السيرك قلت لي ما كان عارف نديره قالوا قالوا يا غج كون موهرش كلون ندير حركات سيبيانية مش طعه لعاب الغرض مننا هو الضحك الدراري صغار والدراري صغار قشبك ومواسعة كل ما بسيطة منك حركة بسيطة سيضحكوا كنت صافي واخا لمشات ستخونه في الله وعدني وعطيني فلوس وأنا كنت محتاجهم بثاف فعلا من كاملات خمس أيام وحد الصباح بالحد كانت لقاع ببوك بالبراش الصوت غوات ديالهم والهضرة ديالهم كانت كاسرة الدنيا لبسوني واحد اللبسة ديال كلون ودروا لي اماكياج دياله بقيت كنشوف المرايا وجيت بدي لبس صاف الملامح ديالي ملقوش كيبانو من وجيك كنبان فرحان بسباب دياله راس ملي دروا لي يفوشي بدك لقيبتسامة ديال بسيسة بعد دخلت البراش بدك تفرقه وبالضحك غير كنتم الشك يضحكو أما ملي كندوي ولي كندلشي حركة كيموش وبالضحك فلاش ألقت راسي كان نقز وكان غوة وكانتفاعل معهم وكأنني كنت نشوف فيهم كاملين عاديله الدري الصغير اللي كان فرحان مع أمه تقمس ديالشخصية ديالكلون تقول لي كنت نحسبو حدراحة نفسية كبيرة من بعد ديالشخصية ديالكلون كانت هناك تخرجني من ديالعالم ديالدوام ديالتفكير كانت تجرني منه وقد دخلني في دوام أخرى كلها فرحة وسعادة كلها مرة كنت نعيش ديالدوام ما كنت نسخي سألي دوس ما عم تلتشور في ديالسيرك حتى جار وقت اللي غدي يمشو في المدينة أخرى وتما كرفضوا أنني نتحرك معهم بصراحة ما عرفتش لاش وردعت عودتاني للخلاوات عارق في الماكل والشراب ولاعب المش والفار مع مالي الوقت في ذلك البريوت تعرفت على واحد الدريس ميتة خديشة واحد البنت باقة صغيرة يكون في عمراءة 14 عام كانت هربانة من ضر البانات بسبب واحد سيدة تمكت عنفة ذلك البنت كانت بحركة صغيرة كانت ندافع على من شماك ريا ومن أي واحد كنت تحرش بها وكانت حداية مسكنة كنت تحس بالأهمان ذلك الشيرات ما بقاش كنت بغي تحيد من حداية فيما مشيت كنتمشي كانت عارب لي الكلاب ما غيزقلوهاش ذلك الشيرات كنت بقانع السعليه كل ليلة كنت بعت حداية حتى الوحد الليلة كانت هيا ناسا وانا كنت شد الميكا كان بومبي حتى وقف علي واحد أخونا وجوه خاسر يكون في الثلاثينات قال لي فينا صاحبي هاني تبراسيئة من ذلك العد الشافخ تنو وقال لي مزاير يلا خارج من الحبس قد نشوفي وكليلا مزاير مثل الكابينو وتفرق عن تكاه وقال لي ما عرفتيني ما صاحبي ما كنت عينيها بسؤول لي اي واحد هنا ولا عرفتيني ما انا قديمشي قضي الغرض جا عندي وقفني وذلك ساعة تعرفش كون اوين عينيها أخونا التمغادي ويجبت السبعة عشر والتمغادي قصد ذلك البنت مسكينة قرب نحده وحط على يديه قدري حسيت بيه فاقت مسكينة في زوعة حلت عينيه ويامس دهما مباشرة بدأت كتبكي وكتغوت وكتراد قبل ما يزيد كلمة اخرى طاب فيها قد راسو هزيتها بجوية ديم صعوبة خمفت عليه أخونا فلاطة حدودة نعدت الدريا من الارضو وكتل سيري من هنا سيري لدار البانات اللهم ما هي ولا الجحيم بسيري مشات البيت مسكينة كتجري وحيت انا من تمك داستقل بان سيمانا بادة تغذيت لقع مع ذاك اخونا فالله اللي ضربته بطفية كي عاد عارف واحد الصوعق كان دير فاصمة كبيرة على وجو والنص دي الكمارتو من فوقها تصدمت داك لعدك يفلخون فالله باقي حي وحلفت داك النهار تنحيه من الدنيا مشيت شريت سيباغة مائية وعسيت عليه كانت عنده واحد قريطة هرف عليا من واحد شباني كان خدام بيه على وليداتو وقفت عليه مع ذاك ثلاثة كان صعبة غويتي بربيد ودير الميكاب دي الكلون حويتي موسخين اوورسايز باقي مغفو حت زبالة وعيني يراكتين اخونا فالله بقى كيشوه فيها وقال اياه كلون ضحكني ضحكني قلت 캐나را HP قلت لي السلام لا بس اليوم غد نلعب هذا أنا غد نمinated فيها عزرين وانت غدت نسيف الروح ههههههههههههههههه finds ان اخذك الروح ديالك. قررت ابتك لهذا من حداه. يتبت سبعات النقشات. كنت يا الله مضيتها ما تروه طوار. بقيت كان نفتح وكان نقص فيماك حتى. نبقات بيناتنا مسافة قصيرة بالسعف. يوجد تقوبات في العنق. في ثانية وحدة. الضربة التالت اختيتها لي تحت القدومة. مع حيات الموس. دم ذا كنزل بحلقة. حليت روبيني. دورت وجه لي ملقت ربعادي الدلالة واقفين. واحد يوم كناس تليفون. الشوفة ديالي كانت كتخلاح. خمسة دلت شواني. مشاو كيجري وهربانين وكيغوتو. تم تم درت اديب بالاداب من تماك. ومشيت نيشة الكوالي كان بات فيه. غسلت وجهي ذلك الهدوة. وهزيت الميكا. بحلقة تحجم وقعت. وبقيت كنت شمكر. خمسة يام من بعد كنت كيف العادة كنت دور كنشقر في الشوارع. حتى لقيت راسي واقف قدام هذا الكيوسك. كيبيع الجورنال. أغلب الجرائد كانوا تضعين ذلك الكمالة للميكروب. لقيته. وكانوا تضعين حدات صويرة ديالي. وانا دير الميكا بذلك لون. ذلك خوتنا تصوروني ولد حرام ذلك الليلة. المقال كانوا كاتبين عنوان بالخط العريض. الجوكر القاتل. الصراحة عجبني العنوان. ميب. وكتر منا تشاهد في الجورنال كانوا كاتبين بالبوليس. والتحقيقات ما قدروا يتعرفوا على هوية ديال المجرم. من ذلك الوقت. بديت في كل مرة كرتاك بجريمة. كنكون صعب غوشي بحل كلون. ما كان لاش عامل اسم ديالي ولا التراند في كازا. الشوكر الصفاح. حيث يكون بعد بزاف ديال الجرائم. وبقيش بحلكك. بنهار كان اللي شافني. كمقه فيه. والتواحد ما كان يقدرش كفية بلا أنا قد نكون هو السفح. كنت كندير فيها راسي بوهالي. كمقه كنتو يغبوه دي. كمقه كنتبوه للعباد الله بشيحنو فيه. حيث مغاربك يدب بزاف العاطيفة. ذاك شيرات كان خاصة للعبات النفسية ديالهم. في بلاس ما يشوفوني شمكار ويخافوا مني. يشوفوني بوهالي ويحنو فيه. والخطة كانت ناجها مية في المية. ما قيت عايش بحلاكة. كلها مرة فين كنبات. وكيف ما قلت لكم اللاعب تغربوهالي باش الناس يحنو فيه. نهارا كنشوف الظلم. كنتدير خدمتي. وبالضبط في الله جيه 27 عام. بسبب تدخل إنساني مني قدروا البوليس أنهم يشدوني أخيرا. هاي كنت ضيعت الوقت. ما توقع في هذا البرد ما كانت ساكنة فيها وحد مرة كانت بيلي مسمى. في السكر الاقتصادي. ذلك المرة كانت كنت تحلى فيها مزيئا. كانوا عنده واحد ملامح يفكروني غفل وليده. كمقع قاس حدا كنت رفل مسمى من الواتاي وكنشوفه فيها. هذا المرة كان راجلي اللي أخرج من الحبس. خلونا في الله بزناز. بكعرف ولمغي يصدع والمشاكل. وحيتي يمرض رويشة كنت يتعدى لها. بلحصة. كانوا يتحدث عن تسميه في مدكرة الموت. ومشيت لي البرد ما دياله. وأنا ضرب صباغة فوشي. كان بان محل شوكير. وورا البلاب كنت تقادر نسمع ما هو واقع الداخل. بنته الصغيرة كتبكيه ومحيح. والمماين كتهرسوه. كانت واقف وورا الباب وساهي وكانت فكى الواليد. وهو كيهرس الدنيا في البيت. فين كنا نستاكنين. كنت واقف كنت تفكر ذلك شي كاملي كنت يدوز في الصغر. تك اللحظات تم ودموعين نازلين. هزيش يديه بشوية ودقيت في الباب. وسبعت النقشات بين سباعي. أخونا فالله كان كيهلل. مع حل كيصحب لي واحد من جيران. كان كيطوق. شافني ويتصمر بلاستو. بالخلعة. جو جلت هواني. خشيت ليس بعط النقشات في عنقو. والدم كي شر شر. ويتم يتغادي يتابعو. كان تقب فيه. مرتو كتغوط وبنتو. مصمر بلاستو خلوة. ما وقفت تصع في طاحف الأرض كتركل. ديك اللحظات تم يتغادي خارج في حالاتي. مع غادي نفوت الباب ونسمع المرة كتغوط. بنتي. هتقولي يا بنتي. رجعت ديك اللحظة باللورد خلت للداخل. ممشيت نشوف تنوكين. ألقيت المرة في البالكو. كتحاول تحقب بنتي اللي كانت مدلية من البالكو. وغير السروال اللي كانت لابسها هو اللي كان. شادف واحد حديدة. أما كانت تغطيها من الفوق. وكانت تطرها بمسكينة بغاية تهرب مني. ونقصها. قربت من حداها. تحنيت وبقت معافرة معاها. حتى طلعتها. البنت الصغيرة كانت مصدومة. وضعت الدمعة واحدة ما نزلتها من عينيها. قلت ليها. ما شخافيش. أنا الصديق ديال كوكو. أنا. ما شخافيش. الجيران قبل الساعة ما نجي أنا. كانوا يجعيطوا البوليس. بسبب الغوات اللي كانوا يسمعوه. والروينة اللي كانت واقعة الداخل. لاحظة اللي بغيت نخرج من الضارة. ألقيت البوليس واقفين قدام الباب. ما كانوا متواقعين غاد يرقاوني. شافوني ذاك العداء وحسيت بهم بحلاة. كاملين خايفين. وأنا هس بعط النقشات بين يدية كل دمايت. قالوا لي يا. لوح سلاحك. ما عندك فين تهرب. فلاش باك داس قدام عينيها. بصرعة كبيرة. شفت فيه الماضي والحاضر والمستقبل. تم تم فكرت ندير حد الحياتي. مشيت كنجري بغي ننقذ من الباركو. وللأسف تعكلت في الأرض. وأنا كنجري. وتمكنوا مني. دوني نيش الولاية. فاش أوليش موضوع نيقاش أي واحد في الولاية. أتارت بقع الجرائم اللي درت. بالزابة الألغاز كانوا قدام معدل قولهم الحلول. خمشهور ونطالع نازل في الجلسات في الأخير. حكم والية بالإعدام. ما زال عاقل قادم لينطق الحكم قال لي يا. شنون الكلمة الأخيرة ديالك؟ قلت صراحة مش كلمة. هو طلب. نهرت عدموني. بغيت نكون صابغ وجيب حالجوكر. هذا ما كان أنيسة. قلت لي يا. أرتكب تكترم 25 جريمة طوال 27 سنة. وكنت قادر أنك تهرب في كل مرة. يقرب منك البوليس. ولولا أنا وتم الإلقاء القبض عليك أخيرا. أخيرا. يا لما الله أحصل إلى فين كانت ستكون. وش في خبارك باللي أنت في نظر المجتمع السفاح. وباللي كان يتعاطف معك وكان للعكس. كنت صراحة ما يلقش بياد اللقاب هذا. حيث أخاكك أنا والناس ما كان قشلش أي واحد. أنا بالعكس. كان نقل مجتمع من ميكروبات بشرية. قاد كتشوفها بنظرة مطولة. وكانت صراحة ما جلش نقش معك على الجرائم اللي ارتكبتها. والظروف اللي خلاتك تديرها. ولكن بغيت نعرف كتر تفاصيل كتر على الجريمة اللولة. وكانت مشيشة. أختيك محسنتية من صحابة جروبات المحبة القيطعة. فهمتك أنيسة فهمتك. كتقلب على السبب اللي يخلي الطفل. يالله كيكتشف الحياة يكون بذيك الوحشية. مصدقين هذه الجينات دي الوالد. الوالد اللي ما كتفاش أنه وجابهم فيها بأكتر من هذا الشيء. في السنوات الأولى من حياتي. كانك يتفنن في أنه يلقنهم لي عن ظهر القلب. كستدع لي في الكابينة وكي خليني نبك اللي الكامل. كل شي كانك يسمع بكاية. وشكون غاد يقدر يدخل الوالدة مسكنك شواء سيني مورا الباب. والجيران شكون غاد يقدر يتفافأ. مع الجن. كان هذا والله قابدي الوالد. كل شي كانك يخاف منه. قلت لي فهمتك. هاتشي صعيب ولكن ترها. مش الأول ولا الأخير اللي غادي. يعاني من هاتشي. والوالد ديالك. كيفاش قتلتي. ما زال أنيسة. ما زال ما كمت القصة. الوالد ديالي كان صعيب بثاف وكان عنده الإعداء. كان بزنازو. كل شي كيعرفو. وكان عنده بثافة الحسابات مع الناس. الوالد ديالي ما كانش كيدو بفمه. كيدو غاب المضاء. كيخسر عباد الله وقامك يدكاريه بيقع. واحد دياله في البراكة الوالد ديالي. قشل جوج ديال الناس. في قلب البراكة. جوج ديال المكريب كانوا يشربوا معاه. وبالعين يسكرهم مزيلا. فالآخر تزايدوا معاه في الكلامه. وبشلكوا زينه. جاب 17 دوز على الأول. وكمل على الثاني. كشربنا لاتشي كرادهم قدامنا. كيفما كيقردوا لحولي نهار العيد. وجارهم في خناشي. وخرج كيحرك في همه. جيت واحد خلاكة نحدانه. وقال الوالدة نجي ما لقاش نقطة الدم هنا. الوالدة مسكنة كانت خوافة بالساف. مرة بلدية جيت من الدوار غير باش تخدم. طاحت في ذاك الميكروب. قال الوالدة. عمر لي نسى ذاك الليلة كان. وليدك تمسح في الدم وكتبوه. وانا اشهد القنية يتوجي يصفر. ومش هوكي. مالك تصدمتي. ما زال ما كملت. الوالدة مسكنة بغاد تهربني. ولكن ما كانش لاقيه فرصة. حتى وليد ديلي في ذاك الكاريان كان موصي بالزابة للحسرافة. ما كي حايدوش عينيه مع الوالدة. وعلى البراكة. حتى كيكون فيه هو. عاد كيقربه السيد سود. وليده خلته حتى الوحد الليلة. كان سكرال كاو. وكامت كيكة في صامت الراديو. هزات واحد مهراز. وقربت من احداه. جوج جعلت ضربات في الراسة. طاح الوالدة ما كيتحركش. تمت مشداتني من يد ديه. وخرجتني من الباب دي البراكة. مع جوج دي الليل. وكانت اشتخيت من اسمه. غادة كجربية وكجبكية مسكينه. معرفت ان الكاريان شوية تحنات على ركابها. في الارض. وعنقعتني بكل قوة. وهي كجبكي بالدموع. والدي سمح لي. غادة ينديك الخيرية. تم غادة تكون بامانة والدي. وانا غادة يمشي للبوليس. خلي العودة بكل شي. بكل برقة بقيت كنبكي. قلت له ماما ما بغيتش. ما تخلينيش عافك. بقيت كتشوفي يمسكينه وكجبكي. ذلك اللحظة الدم ذاك يخرج لي من عنقا. قلت له ماما. مالك. تم تم جاتي الضربة التانية. بجنوية بسدرة. اللحظة لي طاحت في الأرض. كان نشوف الواليد واقف وراها. بجنوية كل دمايات. كان واقف و الدم نزلي من عنقا. لقد قرر من حدي وشدني من تريك وديالي. وجرة هي من رجلها. وبقى غادة يشار نبضك الغيس. وشتكت صب. وانا كان بكي بالشهد. كان غويت وكان شوف فيها. روحها تخرج منها. دخلنا الكارين وعباد الله كلهم كتفرجوا من بعيد. من بعد دخلنا للبراكة. هو يصد بالقفل. شدني من شعري أنا. ولحني بعيد. قال لي بغيت هرب. كينكو أنا. هذا هو الجزاء ديالي. نضرب عليكم التمارة ولا دلقاف. والجو تغادروني من اللور. والله لا بقعت فيكم. والله لا بقعت فيكم بالله. والدة مسكينة كانت باقة كترفض الأنفاس ديالة الأخيرة. كتحاول ترجى بش مئة دينيش. قرب منحدها ودوز علىها بكل برودة الدم. كنت نضرب فيه ونغوط. ماما. ماما. ذلك اللحظة ويخشي لي كروشي. بكل قوة. فزعني تقريب من سوز متر في الأرض. وبقى كيدرف الوليدة بالجنوية. كيدرب وكيد عاود يضرب. من اللي ماتت. قريس فوق منها. شعال قاروه بقى كيدكياف. الوليد كانت غالبا تبويق. قد شراب. وكان كيد قم قم. منوري المكمة أنا تهربة وتخليوني. منوري المكمة أنا. أنا ماري بوعه. كنخلاح. منوري المكمة أنا. كيد كينشوفه وقلبيك تضرب بالشهد. والدغار قفض ما ياته. ما شرش لا قطرس ولقف حدائه. كينعطيني بالدهر. كيد سهي كينشوف الوليدة. وعباد الله كيد قور الباب. الجن دير عقلك ارجع الله ديك الهداء تحنيت هزيت جنوية دياره بجوج ديلي الدين مع دارة مع أختي تريف عنك ناعد وقف ديك الهداء مع الفرس وبالتبلا بقى كتلاوح كتتتضرب مع الحيد كتتلاح مع الحيد التاني احتصافي طعف الأرض ديك الهداء على أركابه مشي ديك الهداء قررت منحده وعيني حمرين بقى كتشوفي يومس دوم تطاح على ظهره كيتركل قررتك الهداء منحده حيد جنوية منعه هزيت الفوق بقيت كتنضرب فيه اللي وجهني شان حتى خليته كي خرخر مشي تلاحي ديك الهداء على الوالده مع النقه وكان بكي داك الوقت الباب دي البرة كوي تفركه دخلوا البوليس لقعوني في ذلك المشهد الدراماتيكي وسط ضايا للدم كان بكي بالدموع سناني مهرسين ونيفي مع النق الوالده ورهد السفورية خانقاني خرطوني البوليس من تماك والدونيس بيطار الجيران كلهم شاهدوا ضد الوالده بلي كان كيت عدى علينا خمس ايام القواتار دي الدم دي لدو كنجوشت اللي قرردهم وحرقهم الوالده أنا سولوني البوليس كتليهم وأنا كنت بكي بلي قشل الوالده وكناه يقشلني أنا في الآخر بدك تضفر راسوه وبيزز عليها نهز جنوي ونضربو به بقيت كان بكيوم اللي ما بغيتش نضربني بكروشي كلامي صراحة كالمنطقي وكنت في نظر الجميع ضحية وبالسابد الجميع الدخلوا على الخط في الآخر دوني الخيرية حتى واحد من الآئلة دي النار ما بغيتش بناني دوس في الخيرية عامين البقية انتي عارفاها أنيسة بلا ما تبكي تاها جمعة تنسيني اي واحد شفت فيه كماره ولا تصرفات وليد كان سألي معه قتلي وهي كان تمسح في دموعه وش مخيبش من الاعدام قتلينا موت بالنسبة لي راحة فكرت في عاش هام مرة ولكن ديما في الآخر كان رجع وكان قول لما نخلي هذا المكاريب يقتلوا في الأبرياء أنا أسطورة وانتم ما معرفين ما قهمتها كنت في أوروبا كنت في أوروبا قدامي ممتين صحافي يسولوني على الكاريير ديالي وكنت راح بزادي المنتجين بغني ياخدوا قصتي يدوروا في أفلام ولكن زهري طيحني في هذه البلادة قالت لي السؤال الأخير وش أنت منادمش قتل قد نخليك أنت تجاوبي على السؤال هذا مطلقة من ذلك الشي كامل اللي أشوف الصغر حتى هذا اللحظة اللي قلت سفي قدامك قلت يامك كخصك شموت نتائه وانتك كخصك طبيب نفساني حتى أنت ضحية أنا نقدر نحاونك ونخلي القصة ذلك توصل للناس وذلك الساعة تولي قضية ترأيها لا 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 بلاش بارك هذه بغيت نموج حتى برغم الشخصية القوية اللي كنبان عليها إلا أنا وذكرها بسيطة لي مع الواليدة كترجاني سنوات طويلة اللور كتخليني بكي بدموها حتى كي بدي حياة فيه الدعمير وكيموت عودتشاني وانا كنتفكر ذلك العصين وكمية الوحشية اللي فيها وبعد شاركت جيني لونفي لتاكب جريمة كتجيني لونفي نشمري حا الدم ونسمع تخرخير هذه الموت بالمناسبة جرامي اديت واجبت في الكلام ماشي واحد ولكن انت من وجهك بينها بينها متى الناس قد كتشوفه فيه ذلك اللحظة ويتح الباب كانت ضابط قالها انيسة الوقت سهله كاتش منها تكوني سهليتي مسعد دموها بالزربة وقتليها سهليتي جاوا ذلك العضا دخلوا البوليس وخرجوني من ذلك الغرفة ودوني نشل السيلون كيف العادة؟ المعاناة في ذلك السيلون خمش شهور بشدوني السيلون اللي انا فيه مكيحيدوش من الباب ديالو الموظفين خوفا من جرائم اخرى ممكن ارتاكبه واصلا انت واحد من الموظفين ما كان عنده الكوراج يقولي تي السلام الحبس بالنسبة لي بحل شي كابوس بحل شي يدكت خنق فيه كل ليلة قلت ميد دارو الوقت تقيل وكمامر كنشوفهم مكتائبة كنشوفهم نهار وليل وانا قاس وسطر بعد الحيوض نورمال دماغي كيبقي السراهبية كل مرة فين؟ ما قادرت لمحيدوك الدكريات من دماغي دوك الدكريات الخيبة الحباسة كلهم كانوا معايا في السيلون كانوا عارفين قصي بالليل اشبتيني هتكون سينيتي على الوفاة ديالك دكشي رايش تدبانا مكانوك يزع سواهم الحدايا قاعدت حياتي غدا نورمال داستقل بنتو استمانات من رجلش عندي ذاك البنت الوقت اللي انا كنسة النهار اللي غدي نتحدم فيه غدي نخلي وعوك شو غدي يمشيو لإسبانيا في واحد مقر السير يتماكى كان الاجتماع بين واحد المسؤولين ديال المنظمة كناقشوا المشروع ديالهم نقص واحد وقال لهم المشروع ديالنا ما بقى ليهوال وغدي يكمل وغدي ينطبقوه ما بقى ليهوال أشخاص اللي فيهم كتوفر فيهم الشروط ومازالك غسنة ثلاثة نتك الوقت وعد خونج بدورقة وقال لهم عندي لكم اقتراح إلا بطبيعة الحلوة فقتولي المقتراح ديالي هو عاديل شاب مغربي سيكون عنده 27 عام 28 عام هذا الشاب ملقب بجوكا السفاح الحصيلة عنده محترمة مؤخرا سلطات المغربية شداته وأيام قليلة من بعد ما طبقوا عليه حكم الإعدام في المحكامة سيعدموه انتم معارفين بلي 17 هور هناك نقلب ولا سفاحة حتى قدرنا بصعوبة أننا نتمكنوا منها من سبعة ومازالك غسنة ثلاثة كم ضن بلادي فرصة لا يمكن أن نضيعوها خصوصا عادي لك يمتزبوا هذا البرود خطير في ارتكاب جرائهم قالوا لي هذا شيء صعب قليلا قال لي في المغرب حرك غالفلوس والتحال لما قد صعب في ذلك الوقت كنت أنمت كيف سيرون احتسمتها جوكير تفضل معنا تفضل معنا الإدارة نضع ذلك الحلولي للباب وتتموا بجوجة الموظفين دخلوني الإدارة وبقوا واقفين عليها ذلك الحلولي المدير سيكون لديك ترانسفير العادر في جديدة وفي نفس النهار سيتم الإعدام لك مباشرة من اللي ستصل لا أسمعتها سي عادي سيني هذا وراق قربتك العظام حدا وحسيت بي بحلاقة مزرة مني غاز في السلوي بعد مني واحد شوية قربتك نشوفي وكم تسم سيني تتموغادين بي رديني في طريق قلي واحد من الموظفين أخوي عادل وش عندك شو صياء بغيت توصل لشوات شي حاجة كتب أي رسالة أخوي لموصلوها لك لما نبغيتي قلت كنشوفي وكتلي ما عندي ما عندي حد مقطوع من شجرة ادخلت السيلون ديك العضوش ديت لقوان ديالي حباسك يشوفه فيه بغين يدويه وبغين يوسيوني ولكن انت واحد ما كان قادر يدويه قلت سايب وكتن فكار ديالي لوقا ما قدرت ننزكه ما قدرت نغمد عينيه كيفاش غد نغمد عينيه وأنا عارف غير غد يصبع الصباح وغد يبدأ لعد العكسي الحياتي حياتي البائيسة ديكت في الوقع مع العشاء الصباح خرجون يمثيلون والحباسة كلهم كدعوا معايا وفيهم قاعد لي كان كيبكي تم وغادين بيه تخرجوني من باب ديالعوكاشا ويديه فيهم مينوط غرفت ان الباب ونصدم من كمية الصحافة اللي كانوا واقفين تمك كلهم جوقوا عليا بغين يدويه معايا عرفت ديك العلب اللي قصي بلا شكا تكون درجة بهم بسبب ديك البنت اللي يجاج عندي تم وغادين بيه البوليس والصحافة كتصوروا ركبوني فوق الطمبيل وتحركنا من تمك وتم وغادين بيه في طرق جديدة الصراحة بس موصف لكم بإحساسي كنت صاخي بالدنيا حتى ورد 27 عام لدس عمرا اعتبرت نفسي إنسان قلت قاعد يمتكي على الزجاج وانا كنشوف الدنيا والنس عايشين واحد وقت وقف الطمبيل قدام وهدف روش قلت كنشوف وعد خونا كان ركب موتور بسي خمسين وراه كانت مراته ووسطه كان وولده صغير وولده كان حالي يديب حلاة مزع ما يطير كان فرحان وقد اضحاك أمو كان اضحاك وراه وباكي غني قلت كنشوف يوم حتى بدأوا وكننزلوا الدموع من عينيه قلنا قادم في الطموبيل حتى بقعت بينا وبين جديدة تقريبا خمسة عشر كيلومتر كنت ساهي حتى قادم وعدك اللغة على الطموبيل كتزيغزاقي كتمشي ليمن وليسر وكأن الشيفور فقط تحكم فيها في الآخر شدة الطريق هزيتك اللغة عيني القدام ما فهموا أخونا فلالي صايق ولي راكب حداها قال لها او هذا مالو حمار ولمالو على هذه الخرشة نقصت ثاني وقال لي ما بغيش نبالغ ولكن راح كنتظن بالاخوتنا فلالاق عصدين قبل ما يزيتك المخرى ضربات طوام بين من اللور حتى تهزيت من البلاسي هزيتك اللغة عدتين بدأتك تزيغزاقي وبصعوبة قدر الشيفور أنه يتحكم فيها لغادي يحاول يضرب الطوام موبيل اللي كانت لقدام وجهت تمتم طوام موبيل ذيك اللغة من الجيت ليمن وستدعت عليه الطريق البوليس ذيك اللغة تزروا بسطح وبدأوا كعيطوا في الراديو وكيغوتوا طوام موبيلات كانوا يحاول يوقفوا طوام موبيل اللي كانوا يركبين فيها ولكن البوليس كانوا يقولوا لشيفور وهنا ما توقفش من اللي يزيروا بساف شيفور عوج على اليمن وتتم غادي وسط البيست طوام موبيل غادي وكتز فالآخر طاحوا الرويد في هذه الحفرة عياشي فور ميكسيري وهو قالوا طوام موبيل واقفة في بلاسة الدخان والغبارية ولكنه قالوا طوام موبيل ما تحركت من ذلك الوقت جاوس بعاكا قولي كانوا مثل الحين وبدأوا كتيروا بالقرطاس حتى عقلوا البوليس كلهم اللي كانوا في ذلك الطوام موبيل مقاش انا متكي في الارض وكنا وكنت رعد اوه شنواقع ووقت اللي حلو الباب مقاش كنشوف فيهم كاملين ومصدوم قرب من حديه واحد فيهم ويرش علي واحد برود ويفوشي الريحة دياله كانت فشكال مع شميته وداستليا معه من اخرى جوج جلت هواني فقتلوا اي وما بقيتش عقل على قاعدك شليك يدوره حدايا معرف صراحة شحدة زيال الوقت من بعد تحليت عينيه على صوت اللامون وحتخون حداياك نهز اللامون والصوت دياله كان مش هد حتى باش نوض نواجهه وقالوا كان ذلك المخدر باقي لعب لي على دماغي بحلا مبنجني كامل قرب من حديه اخونا في الله وقد صافي باينه هذا الشي واحد باقي ينتاقم مني مش بعيد سيقردني قرب من حديه وسرح لي دياله بلوت في الارض وبدأ يقطع في المينوت من بعد بشف حالاته مباشرة دخلت واحد البنت ملحطت علي كانت ضربة بين الطبيبة كانت بنت زوينة بالسعف قربعت من حديه ودقاتي واحد براءة وخرجات وستدات عليه الباب عاد قدرت الدكلاح دياله ندور وجهي نشوف فين كين اهنائه رقيت راسي في واحد الغرفة واحده يبراطه في ملده وطعب من الماكلة قلت مستون وقلت وقلت لي ما تكون شديعة وكاشة لا يمكن كانت بقارونة أمك قبل عدسة اللوبيا وقلت لي بل هي الحوش والعاصير والديسير وكان في المدن ما يعني أنه اسمه طويلة لآخر مرة خضروني فيها قلت كان قصي بلافة كبيرة وكان لسه عاجة أخر ثوني من أمك والدوني أو الثاني الوهد الغرفة ذلك الغرفة كانوا فيه جوجتي للبنات قوريات والثاني كانت قيلت بس نرياجي ولا ندوي معاهم ولا نغوت بشجات فين أهنائه ذلك البنات قربهم حدا يحيدوا لي يحويجي تخلوني كيف ما ولدتني الوليدة ذلك العدسة رحوني في الباياس وما كنت قادرة ندرد فعل كانوا كيتحكموا فيه كيف ما بغوا من بعد قاووا دافعيني في الباياسة حتى ادخروني لواحد الغرفة أخرى جابوا طوندوز وبدو كيقرعوا ليه حيدوا لي يشعروا وبدو كيغسلوا فيه شوية لبسوني وهذه البلوزة بيضة ندخل تلك العدسة فيه الواسع ويلي وش أنا مت وهذا الشيء الذي نعيشه ذهبا ما بعد الموت ولا غير كنحلم من بعد تمو غادي ندافعيني دماغي ما قادرش يكون فكرة وش كونهم موعدو وش أنا في المغرب وليفين وش لك يديروا القوريات هناك الفكرة الوحيدة اللي كانت في بالي هي أنا يمكن في السبيطر ذلك العدسة بديت كندوي مع راسي وش أنا مريد وش غير يديروا لي شيء عملية وقعوا أخواتنا في الله دافعيني حتى يدخلوني إلى واحد القاعة كبيرة ذلك القاعة كانوا فيها بالسابد الباياسات تقريبا في سبعة وكانوا نعسين فيهم وحدين تاوما كانوا مقرعين لهم الغريب في الأمر هم كانوا مرسقين فيهم بزاغ الخيوطة ما كان منها تشجل تقيق حتى أنا قربوني من حداهم وبدأوا كرسقوا في الخيوطة من بعد نشوف حالاتهم ندورت وشيان دخلنا في الله لي كان حدايا واحد اللوين رقيت وكي نشوف فيه قال لي ما حدث؟ فهمت كيف نقصده ولكن كيف نجاوبه؟ مستحيل أخونا كان حركي بثاف يدويه ويتحرك عكس دوك ستاخرين كانوا الكاو وناسين ما يدويه مستحيل ذلك اللوين جاءت واحد الفرم لي كانت ضربتي بلوزة ودقيت لي واحد البرا جاءت دقيقة ويرجع كيف ما كان مصمك ذلك الوقت دخلت ذلك البنت اللي كانت أول مرة دقيت لبرفة في ذلك الغرفة قربت من حدايا ودرت يلبيل في عيني بقيت كنشوفها وكتلها فين فين هنا يا اخناف اللقعة ما فهمت نجاوب ومشات في حالاتها مكاملات تقريبا ساعة وليت كنحسب باللي أنا بديت كنوقع ذلك الوقت دخلوا ذلك الفرمليات وعودتين تقولنا البرا ذلك البرا كانوا كنت تقولنا تقريبا كل الساعتين وكان واضح بليك تقول لنا باش ما نقاوموش بقنا بحركة تقريبا شي خمس يام من بعد جابوشو شخورينا واشتاهموا في الباياس واشتاهموا داروا ليهم نفس البلال يداروا لينا كانوا مرة مرة كيجمعوا فينا المواطعيات دياننا وكيشوفوا تخطيط للقلب دياننا واتفعوا للد دياننا من بعد دونا الوهد الغرف فيهم مدربة وقلاس وكاميرا الفوق قايش منضمق في ذلك الغرفة ما كاملا الساعتين بدك يمشي المفعول للمخدر ضماغ ذلك اللحظة بدك يرتب الأفكار وبدأت كنستوع بعد شي كامل اللي وقعه من الحادث اللي وقع ذلك الطموبيلة اللي كانت غادبية العادر باحترد اللحظة اللي أنا في عذابة السؤال كان محيرني شنو شنو كندير هنا يا؟ وش كونهم مدلنا سادو؟ وش بغين مني؟ وش نكون دماء أنا في العادر؟ أخوتنا فلا كيدروا بحلكة بشدوا لي الأعضاء؟ بشكل الأفكار اللي كانوا يدوروا لي في راسي نتوقفت ذلك اللحظة ومشيت نيشة البوني دي الباب معوركت على حال ليتوه وصدمة كان الباب محلول خرج من تمامك وبقيت كنشوف ليمن ولا يسرع وفتارت مع راسي بالليم كان أخوتنا فلانسا وما سدوت الباب إذا كانت بحالكة ما ستجد فرصة أحسن من هذه في النهرب في حالاتي تميت غادي كنجري في ذلك الكولوار حتى سمعت شواتك غوت بالجهد مع غادي ندورت له عليم اللور طعشت أنوية في الأرض ذلك اللحظة وما فهمت هو أخونا فلله كان ضارب نس الحطة اللي كانت ضاربة أناية وبدأ كدرب فيها بكل قوة كدرب هنا مفاهم هو ماذا أريد عندي والصراحة لم أكن أريد أن تواجه معه ولكن اللحظة اللي وعتني في نيفي شعلات البولة ذلك اللحظة قشيته ومنعه ونقود ذلك اللحظة وضربته مع الحيض أخونا منكمرته وكان واضح بالليم وجريم ذلك الشيالة جاتني لونفيل الدم قربت من حدا وبغيت نخشيري كروشي ذلك العذابتي البلوزة اللي كان ضاربة كانت محلولة وعرفت ذلك الوقت بلدخونه هذا مرأة مش راجل وقفت ذلك العذاب ضرباتني الحجري طاعت في الأرض كنت وجعه وعبدت ضرباتني بركوبتة الضربة كان خفيفة صراحة اللحظة اللي بغيت تجمع لي اياه وتاني جاءوا واحدين مسلحين ضربين كاقول شدوها ودوها بصعوبة وأنا تراو فيها بواحد البرا دقيقة شلات الحركة ديالي وردوني لذلك الغرفة كنت عارب اللي اخوتنا فلاك يطبقوا فينا تشي تجريبة لكن شكونا هم هادو؟ وعلاش؟ من الوقت اللي صدوا لي الباب في الغرفة في نفس المنطقة السرية كانوا المسؤولين للفوق قدام الكاميرات كي درسوا التفاعل ديالنا كاملين أغلب المجرمين بيينوا لاردة تفعل خيبة باستاف من يطلقاوه مع بعضية تشوف الكولوار إلا واحد ذلك الوقت قال لي المواحدة بللي المغربي ما كيدرش رد فعل حتى كيكون شي فعل لي واخي بالساف وأغلب الضحايا دياله ما كانوش ناس أبرياء كانوا مجرمين أعتشي يمكنك يعني بللي القرار ديالنا كان خاطئا أن نجبنا في المقابل كنا خسنا نجيب وات آخر أسوأ منه وحتشي باني والمسؤول الأول في المشروح قال ليهم ما كيهمش المهم اللي عدنا إحنا دابق هو نزيد ونحفزوا الجزء المسؤول في المخ في الجانب المظلم من شخصيتهم كاملين والمشروع ديالنا ونبدأوا نتلاعبوا بالتحفيز ديال ديال الجزء بطريقية دوية عبارة عن شحنات تحفيز إياه ستخليهم يخرجوا منها ديال الوعي ديالهم ويطبقوا بذلك الأوامر ديالنا من بعد قد نسيطروا اليوم كاملين على مستوى الإدراك ديالهم وذلك الساعة نتحكموا فيهم كليا بحل الربوات الوقت اللي تعصبوا الوقت اللي يتكلموا والوقت اللي يتهجموا فيه بكل بكل وحشية لديك اللعظة كل شيء بدك يصفق ليه قيت مكواني أنا داك الوقت شفى داك الغرفة وفعلا واللوف كل مرة يخرجونك يلاقيونه بشو واحد مع الصابل وشو واحدة بها السلاح أخوتنا في الله كانوا يحاولوا يخرجوا مننا داك الوحش بشيتي يستمونها مزيان مرة كيفما قلت لكم كحر شو عندنا الكلاب مرة كيجيبوا وحدين هزل العصي كيبقوا يضربوا فيك بكل وحشية الصراحة أنا ما كنش كان بغين بان مختلف على أخوتنا كاملين نكشيالات كنت كان دي رد فعل والكراع الإحساس لداخل كيكونا مو غاير على ذاك شيء كيحسو بيهوما وكان بان كلمتشل حدك الإحساس يكون مو غاير على ذاك شيء كيحسو أنا مليك رشاك بشي جريمة أخوتنا في الله مفهموا في يوالوا كانوا ملصقين واحد البياسة الصغيرة في الراسة وديك البياسة الضرد يلو أناك تقلل أجساء في المخ والإنفعالات ديالنا وان الوحيد هي ذاك الجزء المسؤول على العنف والإجرام ما كانت كيتحفز نهائيا ذاك شيراش ما كانوش عارفين فين كين بالتبط أخوتنا في الله طبقوا ذاك المشروف للمجرمين كاملين إلا أنا كان خاصهم يتسناوه حتى يتحفز ذاك الجزء وديك الساعة يتعرفوا لي ويطبقوا في ذاك المشروف وما كانش خاصهم يغامروا في هادشي حتى غالط بسيط ممكن يؤدي بي الوافات من بعد شهرين يحاولون الوحد كوان كبير وأول مرة سنطلقوا فيه كاملين ذاك الكوان كان عبارة عن غرف فيهم نموسية وفيهم شروط زوينة بسافة كل شيء كان مغفرت أمك وكان ملسى عشين ذاك البنت اللي كانت ضربها جميعا طائفات مع واحد وكانت ضربوا الكروشيات وقميش ذاك اللحظة ما يسكنتهم بدون ما يدخلت شي واحد بدون ما يتركلوا في الأرض ثلاثين ثانية من بعد ما يتكلموا قلت كنشوفهم ذاك اللحظة مستدوم هويلي ماذا قدروا فينا؟ أخواتنا في الله ما كانوش هزين همي أنا هيتعرفيني كارم وكانت هدي آخر فرصة عندهم اللي تحكيت معشوهات فيهم ذاك الجزء ممكن يتحفز وذلك الساعة أنا غيطبقوا فيي ذاك المشروع الكوان اللي كنا فيه كانوا في غرف مشتركة وكانت فيك وزينة كبيرة والممعان وكل شيء كان محطوط اللي بغى شي حاجك ياخدها وأي واحد يحسوا بي غدي زيك زاقي تمتم كيسكنتي وكيطيحوه في الأرض يوجد دقائك يعودون وضع تاني من جديد معاقل على الأول كانت أمك بحرف القفز والمسؤولين الكبار كون الفوق يراقبون من البيت والحدود الساعة المشروع ما ناجحش والسبب هو أنا بدأوا باستبد المسؤولين الذين يقولوا اقتراحات بشا ما يضيعوهش الوقت اقتراحة الأول يقتلوني ويجيبوا صفاحة جديد والاقتراحة التانية يعطيوني فرصة والاقتراحة التالية هو يحرشوا لي ثلاثة هذه الصفاحة وكانت تحفز ذلك الجزء في دماغي يتحفز وكي يتأكدون من هذا كانوا من الساقلية في رأسي وهذا بياسا فوق منه واحد بولة خاصة تشعر بالحمرة إلى تحفز ذلك المين تقفى في دماغي وكانت أمك تقريبا سيمانة كنا ناكل كنا نشرب وكان نشوف أخوطنا في الله اللي يطبقوا فيهم ذلك المشروع كلهم كانوا كيبانوا بحال بحال ملكم مردهم كيبانوا مجرمين صفاحة مكرحموش وكانوا الأغلبية يبقوا يدهوهم مع بعض إياتهم كتناقشوه كتدحكوه إلا أنا كم قم عزول بكث واحدة شي بقيت كنتمشي في الكولوار حتى غرقت بكث في الداخل وكانت غادية مع البيوت وكانت تشفى ذلك المكان اللي كنا فيه لكن الوقت سمعت صوت المراكش غوش وشو واحد كان سرد له فمه بس صوته ما يتسمعش لمشي قرأت من تيجى ذلك الصوت اللي كتناسموه ولقيت ذلك الطبيبة اللي مكلفة بينه ذلك البنت كان شاد دواهت صحة وكي حاول يتعدى علاه وهو كي حاول يعرفها ويما قادراش مسكينة دوية ولتها درد فعل كان واضح بالإخونا فلاكي هدد فيها وهي كتبكي بدموه وكترجها فيه وكتغوت مسكينه ولكنواله توهت ما كان قادر يسمعه كانت واقف ذلك اللحظة مبعيد كنشوف ذلك اللحظة شعلات البولة الليفة البياسة اللي لاسقى لي فراسي الصوت اللي في بلداته قدرات تسمع الطبيبة قد كتشوفي يومس دومة اخونا فلاه بقى كيشوفيها لاحظة اللي دار شافني واقف ما فهمها له غير بانتلي البولة شعلات عرف بلي القضية حامدة اخونا فلاديكلاده عرفته وقريته شنوه سيدير قدي بغير السلاح حيث هو عارف من اللي انا ما مطبقينش فيه المشروح يعني التوهد ما يقدر يتحكم فيه من الفوق يلغى ديه السلاح دياله لقاني حداه تم تم دخلت فيه بدماخ طعف الأرض ديكلاده وعود هزيته بالي الخنزر معلق في الصمتة دي السروال دياله جبته ديكلاده واختيته لي في عنقه من المرة اللولة وثانية وثالثة طعفنا فلأرض ديكلاده والتحنيج عنده هزيت دم دياله بيد دياله بجوجه وقش كنشم فيه وغمت عينيه ملح ليه جم ديكلاده وقعت رب عم سلحين ورايه ناضي ديكلاده الطبيبه وطعكات عليها بيد دياله لم يقاديونيش بداتني الغرفة ديالي وصدات عليها بالساروش ومشا طلعت عند المسؤولين اللي كانوا على وصلاتهم من الخبار وكانوا كلهم حاقدين من ردة الفعل ديالي وكانوا ديكلاد الساعة متعافقين انهم يقتلوني خوفا على نفسهم مني من اللي قلت ساعة معهم وقلت لهم الإشكال الذي كان عندنا رح ما بقعش الرقم 8 الجزء المسؤول الذي لديه في الإجرام في الدماغ دياله رح تحفز ربولة شعلات بالحمر هذه الليلة سندليل عملية خمسة يام سيكون واشد أخوتنا في الله بقوا وكشوفوا فيها وبحالة بحالة كو بدوا كيف يرنسوا وبحالة رتاحوا وفعلا عندك شو اللي وقعه بعدك جوش ديالليل جيت عندي طبيبة وقربت محدايا ودرت رصد قتلي براه وانا شفتها بلي براه كانت خاوية خرجتني متنمك ذلك اللحظة بلا مساعدة لتشي واحد وداتني نيشة الوحد البلوك كين فلاه كاف ذلك اللحظة صرحاتني فوق البياس وتتمت غادة دافعاني كانت كتبان متوترة بزاف بحلاقة خايفة حتى دخلتني الوحد الغرفة ذلك الغرفة كان واضح بلي هي غرفة عمليات واختنا كفما قلت لكم كان واضح بلي هي متوترة ذلك العضاعة تليفون دياله دارت واحد الابريكاسون ترادكسون وقالت لي تقريب انتو السمانات وانا كندرس لحالة ديالك حيث كانت صعيبة بساف والصالحة كان مبرزطني علاش لازع ما ذلك البولة مش علاش علاش انت مختارة فالقاعدتك السفاحة اللي البولة تم تم كتشل وذلك الجزء في الدماغ دياله تم تم كيتحفزه وعندهم رغبة كبيرة للإجرام قرأت القصة ديالك كاملة بجميع تفاصيل دياله وصارحة تأترت بيها وبقيت متردد شنو غدين دير ملعت قشيني ذلك الوقت خذيت القرار بالعسف ما قدرش نعاونك كتر من هذه الشيء غدين قدر ندير غدين طبق لك مشروعه في الرأس ديالك ولكن ما قد نجعله أثر لك لحتى جزء في المخ ديالك والباقي عليك انتا كي تتمجتل باللينتا تحت سيطرة ديالهم وتبين على العنف ديالك وخانا عارفا هشي غدا يكون صعيب هذي الفرصة الوحيدة بش تقدر تنجح انتوا هنا كتاب راسي واخا فعلا خدنا في اللابدات الإجراء ديالة عملية وكان لابد أن ديالي يفتحه في الرأس ديالي وتلصق لي ذلك المشروعه في الرأس اللي هو عبارة عن شريحة صغيرة بشتوه واحد ما يا عيق بقيت مجبتت أمك واللي فقط حسيت باللي ما تبدي الوالو من غير فاصمة كانت فوق الراس ديالي بقيت أمك تقريبا خمس أيام تحت الرعاية دياله كل مرة كنت كنت تدوك نجيب في الكلام مع ذلك الطبيبة وكانت بقى صغيرة تقريبا تكون عند ذلك 24 نعم كانت كتبان ضريفة صراح وكان واحد سؤال يدور لي فراسي على الشي على الزع ما تدير بحالك محاوم منهار السابع خرجوني من أمك ودوني لذلك الكوان مكاملة جز سمانات بدأوا كنت تستوي فينا كنت تستوي في ذلك المشروع اللي كان لازق لنا في الدماغ كنت تديرونا لوحد غرفة كبيرة كنت تديرونا الخيوة طفاء في الراس كنت تستوي في ذلك المشروع كنت تحفظوا لنا الدماغ ضد شيء معين ويجعلونا مركزين فيه الوقت اللي كانت مجبت معك مفاهم والو قربت محدة الطبيبة وراتني التليفون كانت صورة ليس لون الاصفر لديك اللحظة ركبت لي الخيوط وخمط طبقات فيه والو مكاملاش ربو ساعة نطمنت الموت صدمت من ردت الفعل ذلك المجرمين كانوا واقفين محربوات لم يكن تحركوش اللحظة اللي قدونا لواحد قاعة كبيرة دخلنا لداخل تسدوا الباب بلنا ذلك المش لم يكن تحركوش أخوطنا في الله لم يكن تحركوش وذلك الموش المسكين كان خايف بثاف كان قز وكهرب أخوطنا في الله تابعينه إلا أنا أبقيت واقف بوهدي صارحك تغير نعيق مباشرة لم يكن نجري ومن سوء الحط ديل ذلك الموشة هرب منهم وداز من حدايا شقمتهم من الأرض وضغطت على نفسي وطيرت لها راسه أخوطنا في الله برغم ذلك موقفه جاءوا خطفوا اليمني وفرت كومسكين المسؤولين ذلك اللحظة بدأوك بدأوك يغوتوا بالفرح من ذلك الوقت أخوطنا في الله طاحوا في دقة واحدة وهم كيتركلوا وأنا كنت أشعر بنغزة في رأس ديالي أعادت فهمت البلان وتمتم بدأت راسيتنا تحت كنتركل طبيعة الحال المسؤولين ردوا البال من الكاميرا ولكن الطبيبة أكدت اليوم باللي غير مع الوقت سيبدأ نجاوب كيف مالخرين حيث لا درت العملية وصافي الصراحة كانت المهمة عندي أصعب قليلا صعب منهم كاملين حيث وخاكك وهم لم يكنوا معيين في ذلك ما يقوموا ولم يقوموا بشهر المسؤولين لم يكنوا شكين في شيء ما وكان ذلك الوقت يقوموا للمسات الأخيرة لأنهم يقوموا بمشروع مع الناس أخرين يبيعوا بثامر كبير وقبل أن يطبقوا أول عملية خارج الأصوار لذلك المنطقة السرية كانوا بغى أن يحيدوا الشك ذلك الشرش دونر أحد الغرفة وكل واحد يتحكم لي في الإدراك دياله وخلاه يركز مع حاجم وعيانه ويحفزوا ذلك الجزء العنف دياله ضدها غير يحل العينه يتبلغه ويبغي فاريها معه كل ما أعطوه أعطوه ما ما أكلب هنا إلا أنا طبيبا قربت بحدايا ووراتني تصوير هذه البنت الصغيرة ومشي إيه يا بنت كانت بنت طبيبة ووراتها لي ويكت بكي بالدموع قتل يا بنتي مش حال هذه ومشيكين في العمالي وأنا كن أكد يوم بلي كل شيء مزعن ما القوم يطبق العملية غير في بنتي بسمعتك كالصالحة ودارت بيد الدنيا وفعلا ما كان ملاش رب و ساعة خارجونا من تمك غير وصراحة أنا ما كنتش خارج بوهدي كان معي واحد خنشر كنت دير وتعت الصمتة ديالكارسون دوني شل واحد القاعة وأول مرة سنرى المسؤولين كلهم محاضرين كان معهم ذلك المسؤول الكبير وهو كبير فلاش كل شي كانت يحترموه وكل شي كان يعطي قيمة طبيبة كانت واقفة مسكينة من بعيد و دموها على خدة وما عارف عشنه سيوقعه بدأوا بالول والثاني والثالث والرابع والخامس كلهم بينوا على درجة العنف كبيرة بالساف درجة ديالكالقاعة والتكلة مجلخة بالدمايات حتى وصلوا لي آناية وتموا مداخرين بنيتها صغيرة في عمرها خمس سنين كتب كيمسكينة وخايفة وعلى وسط الداخل شاهدوا دق دماياته حمامة ميتة كلب مجب التماكه مصار مخارجين كما قدرت تحكم في راسه لاحظة اللي بغت تهربة مشتك نجري آناية وشديتها من شعرها طيب والد المدة اللي ذاست واخوتنا كلهم اللي ذاستوا قبل مني وأنا واقف كنقرى الفيلمة وقاس سيناريوهات كنناب تخيلوا مع راسي وكنت تخيلوا في نفس الوقت العواقب اللي غادي يكونوا مع أي فكرة غادي نطبق ولقيت ذاكرة على فكرة واحدة ممكن نخلف بيها سالم من هنا أنا والطبابة والبنيت الصغيرة ذاك شراش غا ما تردت أنني نطبق البنت شديتها من عنق والزيتها الفوق وبقيت كنبهد الفيلمة وبقيت كنبهد الفيلمة ومها واقفة من بعيد كتبكي ومن هنيت هنا كنبهد الفيلمة كنقرب من المسؤولين اللي كان وراهنا بقيت غادي كنبهد الفيلمة ونحاول نضربها ويا كتبكي وكتركل والذي قررت ليهم بزافة هزيت هذه الأعضاء اللي حتى عليهم كنت عارفهم ما يمكنش ما يوضح في الأرض وذلك ما يحدث ما يحدث ما يسمح في الأرض ومشيت كنجرب لحفة كبيرة ذاك اللحظة لحفة القتل ما قربت لها ما عجبت الخنجر ما قرأت أكبر واحد فيهم ذاك شي باني ما قربتهم من البداية ومن تصرفاتهم ما عرفتهم ما هو المسؤول الكبير من هذه المنظمة بقيت مقراطة وحاطت الخنجرة لا تتحدث عنه أخونا في الله كترعد والدم كترلي في عنقه أخونا في الله ما فهمه تم تم واحدين ما تبدل عبارة وبدأ يحاول أنا ويسكنتيني يضرب ويضرب كنواله نحس بالوخص في رأسي ولكن صراحة ما كانت كي أتر فيه أخونا في الله بقيت مقراطة بالقوة ويتم تغادي به حتى قربت للطبيبة وانكتل على الأبليكاسيو أخونا في الله فهمتني جبداتها وكل يوم ما قاعدين خرزهم هناك ومن الباب وأي واحد غد يتبعنا ولا أي واحد غد يتعرض لطريق دياننا أخونا غد يموش شباني كان خايفه ومخلوه أقول لي ما تحركوش كلكم قوة هناك ته واحد ما يتبعنا ته واحد تمت غادي بيدك اللحظة والطبيبة غادي ورايه وهز بنيتها كانت عارفة الطريق وهي التي تريني مني ندوس بدأتنا نشل واحد لسنسور ركبنا فيه وطلعنا كاملين إلى الفوق مدة طوالة أنا محبوز سماك ما بقيت عارفة الليل والنهار الشمس والغروب ما بقيت عارفة ما بقيت عارفة على القناة اللي كنت فيه تمينا قاعدين تلك العضبة بالزربة حتى خلطنا من الباب الكبير دي المنطاق تلك العضبة ضربت لي الشعى دي الشمش في عينيه حلتهم صعوبة ومشينا ببوهدي حتى الطبيبة شباني قلت لي يجيبوا تلك العضبة وحيت لي السارد للطموبيل ومشينا لي هنيشا ركبنا في ذلك العضبة تمينا قاعدين البنت هي التي كانت صائقة الطبيبة وحدها بنتها وخونا فلاح كانت حداية كيف يشوف فيها وخايف غير بعدنا واحد المسافة بعيدة بالسافة نزلت ذلك العضبة من الطموبيل وتميت غادي به ذلك العضبة خشيت لي الخنجر في عونغو ورجعت ركبت في الطموبيل تمت غاعدة طبيبة ويام كسيرية بالشهد قلت لي ماذا سوف نديره ما سوف يزقلونه هذه منظامة ما سوف يزقلونه لم تخافيش ومدام أنت عارفة منظامة وخطيرة لماذا خدمتي معه من نهار الأول قلت لي كثير من سبع شهور وما خاطفيني إما نطبق ذلك الشي اللي بغوه مني ولي قتل لي بنتي وماما وبابا قلت لي وراجلك قلت لي أنا مطلقة أكثر من خمس سنين قلت لي اسمعني بسين أحسن حاجة ممكن تديرها دابة هي تحر بوالديك وبنتك قلت لي وانت؟ قلت لي أنا ما قديرت تاحتين نقشلهم كاملين قلت لي أي شيء خطيرة لك انتبهك بحلبة تنتحر أخوتنا في الله أكيد سيحرشوا عليك ذلك المجرمين الذين يطبقوا فيهم ذلك المشروع قلت لي اسمعيني مثلا لكن هذه شقراتي قصي قلت عارفة ما أنا كنموت على المجرمين تم ديارهم كمزكني وأي وقت كي بغي قادي البشار كنموش على الدم دياله مشيش مع أخينا في الله نيشى للدار دياله نزلت وليديه وعنقاتني بالشهد وتحركت بالطموبيل وبقيت ذلك أنا قاس في البرطمة دياله ساد الباب وتعالق المزيكة وكان قصيه واحد البانانة كانت في التلاشة عد الوقت بزافة الطموبيلات أخرجوا من ذلك المنطقة السرية كانوا خايفين على رئيس ديالهم قبل ما يوقفوا قدام جوتة دياله وبقى واقفهم في الدومين الشيء الذي يقرروا أنهم يرجعوا إلى المنطقة السرية ويعرفوا ما سيقومون تم تم داروا اجتماع بيناتهم ناقصوا في هذا الوضع الكاريتي لكي يعيشوا دابا ولكي يدد حياتهم كاملة من غير انتقام الرقم 8 اللي هو أنا خطنا في الله كانوا خايفين من الفضايحة من هذا المشروع اللا إنساني اللي كتطبقوا في ذلك المنطقة السرية خافوا لو توصل الخبارة للناس ومسؤولين في البلاد وفي العالم كامل ذلك الشيء الذي كان خاصهم يقضيوا الغارات وفي هذه المدة القسيرة قبل ما يفوت الفوت ذلك العداجة موقع الرجال ديالهم ووصواهم يقتلوني أنا والطبيبة وهتبنتها حتى كانت حاضرة أمك وكتر من هذا الشيء تافقوا بش يطبقوا المشروع ويخليوا ذلك المجرمين يقلبوا علي أنائه فين ما كنت وذلك الشيء اللي وقع ذلك اللحظة جمال أطباء ديالهم كاملين وطبقوا هذه الشيء لقع المجرمين تحكموا لهم في الضماغ ديالهم وخلوهم يشوفوا غاكم مارتي ويحقدوا عليها ديال بالصح في الليلة خرجوهم من تمك وكي لا يغامروش كتر بالمستقبل ديالهم وبالصمعة ديالهم في البلاد كان لابد أنهم يحيدوا الدليل ذلك الشيء ليش فجروا ذلك المنطقة وردموها تماماك من بعد ما أحيدوا الأجهزة ديالهم في هذا الوقت كنت أنا مكسير فوق الفوتو دار الدنيا بتحلون كانت فرصت التلفازة وكنت صنة نظيف من اللي حسيت بيوم ذلك اللحظة قريبة غادي يوصلوا بقيت كانت دور في ذلك البرد ماو حتى رقيت راسي في بيت البنيتة كان هناك تلفون دياله فوق فوق الطابلة ذلك التلفون كانت فيه بوشيطة دياله هلو كيتي بقيت كنشوفه ضمق شوف جيبي ذلك اللحظة ربما أحتاجه وبقيت كنشوف ذلك البيت كامل كان كله ألعابه تصوار لون نوسات تمت ما تفكرت طفولتي انا كيف تدعست بقيت كان قلب تماما حتى رقيت واحد كوان كترسم في ذلك البنيتة بالصباغة المائية لم تقعدوا كالصباغات اللي كانوا تماماكوا ومشيت للطوالات وبقيت ذلك اللحظة كان صباغ فوشي حتى وليت بحل كلون وبقيت كانت خير راسي ذلك اللحظة في حفل والبراش ضائرين بيها وانا كنتو يغبوهدي يلا وليداتي لماذا دايش لايك يديرها ولماذا دايش عبوني يديرها كل ما كتروا اللايكات كل ما غا ديكتروا الجرائم يلا ذلك اللحظة سمعت دقان في الباب تفيد دواوذك اللهداء وصديت شراجم وحليت القز في الكوزينة هزيت ذلك اللحظة الخنشر ومشيت تخط البالكو وصديت عليها بشوية طلعت الفوق ذلك اللحظة وبقيت مسلق في الحيط وبقيت متكي ذلك اللحظة على الحيط واقف على العشرين سنتيم منتففها ولها متكي ذلك اللحظة وقيت ذلك اللحظة نشوف الشارع من بيت وكنت قاعد ذلك نشوف طوم بلاد ذلك اللحظة واقفين قدام الموبل التحت وقيت ذلك اللحظة وراء الباب كدقوا كدقوا ذلك اللحظة واحد فيهم هو يفرق على الباب بر ليه تموا داخلين كاملين واحد فيهم ذلك اللحظة مكاللخ بغيش على الضو لوراء قال لي لا لا ولكن اللحظة اعطاه الله اخونا فالله معورك على الضو ويتهز الدار كامل بقيت مشبت ذلك اللحظة بصعوبة في الحيط ولا فيش علاتها بقوة جوج جال دقيقة ويتكامل إن فيشار ذلك اللحظة بقوا في البرت مجهوش كيتشيكي وشنو كيلداخل أما خمسة بيوم كانوا ماتوا وثلاثة اللحظة كانوا باقين هبطوا في هالاتهم ذلك اللحظة القصة أنا من الداخل قربت من الأول كأن كشوف أخوتنا في الله الميتين ومصدوم ما حس بيه مع طار مخشيت لي الخنجر في عونغو وقراطيته أخونا في الله اللحظة 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 في نوية تيري فيها جاب الله كاريت بصاحبه بشيش بعت من تماكو ولحظة الخنجر ديالي أخونا في الله كام توتر بزاف بسمع الصوت الخنجر من اللحظة ودار كتيري فيه تمتم خلشنا ذلك اللحظة من اللور جوجة القرطاسات طعها لو قفتوه ذلك ثلاثة اللحظة اللحظة سمعوا الصوت القرطاس من الفوق وعرضوا أو ثاني كي جريوا دخلوا ذلك اللحظة بلافة كبيرة ثلاثة تيريت في جوجة الأولين والتالي تحطيت الخنجر في عونغو قاكدوا معي ذلك اللحظة الإسبانية قلت يشوف قلبت ولي قلت تلقاوني وأنا مقبلة ونكن سننا فيكم أحق كنسيت كان قاعدة ماكو الحجرة وانتكا ما كتفهمت دارية شكاه خشيت لي ذلك اللحظة الخنجر تحت عونغو طح في الأرض وقيت كان شوف ذلك الخنجر بصراحة في انتباعنا سبعات النقشات إجمعت سلاحات كلهم اللحظة كانوا تماماك ودرتهم في حتساك ودرتهم في كتافي وخرت من الباب ذلك البرطمة وانا قاعدة في ضرورة الناس كلهم اللحظة كانوا واقفين قدام بباندارهم يشوفوا فيها أما الدريس الصغار يبقوا يضحكوه مالي وصلت للباب ذلك الدخلة الموبلة عباد الله كانوا واقفين تماماك دست من أحدهم وما فهموه والذي باعتت واحدة مسافة قصيرة سمعت ذلك العضلة صغيرة من البوليس من ذلك الوقت اضطريت أني ماشي كنشري حتى وصلت لأحدنا في وراء لتفوق منه وبقيت كنغسل في حالتي وكنغسل فيه شيء من بعد الزيت الصاك ومشيت عود ثاني ما عارفين تمت غاضي حتى بنت لي واحدة كنتراء ماشي تخشيت فيها قد قلت سماك وكنشوفه وانا حنزاز واحدة طراء بوديا سباليون هذا ساعة ما يبلي انا بصباليون ذهبه ما عرفش ذلك اللحظة تنفراح ولا نبكي كل مصير ديلي سيكون في العادر وعلم الله كيف كانوا سيعدموني ما كاملت تولوت ساعة وانا مضمقت مك اسمعت ذلك العضلة شوهدين كيتحركوه فلونتورات جلد ذلك القندرة ما فهمت كوهالو ذلك العضلة زيبتوا السلاحات ومشيت بعد شوه كنطلع من ذلك العضلة بانولية خمسة دي رجال من ذلك المنظامة وكان معهم من رقم جوش من ذلك السفاحة المشكلة هو كانوا مطوقين ذلك القندرة وكانهم كانوا متأكدين بلي انا كيل داخل المهمة كانت صعيبة شوية والحل الوحيد اللي كان عندي هو انفاجأهم قبل ما يفاجأوني هما وكانت ذلك العضلة بسرعة وبقيت كنتيري فيهم طيح جوز ولكن ثلاثة اللي بقاوة الدرقوا بقوا كتيروا فيها من بعيد أما الرقم جوش غشافني وبنت لي كمارة ذيالي وخدم لي الميموار اللي فراسو والتمجي قاصدني بحل التور ما اللي قرر بحديه بزاف هزيت عني سلاحات حاولت نتيري فيه ولكن من سوق الحد تقعد فيهم قرطاس ما بغيتني سلاحات جدد معتلاحة لي أخونا في الله وخشى لي واحد كروشي خمجني ود العبد وبقيت من طائفة نوية في نفس الوقت كنت دير باري مع الاخرين من الكشيرات كنت نسمح بزاف ديالة دقة وكنت مركزة مع الساكلة ما كانش بعيدة لي رحضة الوصلت لها هزيت منه سلاح ذلك الأخونا في الله كان كان مخمجني بصح حطيت لي سلاح في رأسه وبقيت كنت نتيري فيه لكن بعد القرطاس تعطى حود العبد استغلت ذلك الأخونا في الله كانوا باقينا ومشيت كنجري هربان نذكر الوقت وما يتبعوني تمت غادي كنجري وهو ما تابعيني حتوصلت للشارع طمو بلا تغاديين جايين كفراني وفرانس ساك وأنا كما مسوق فالآخر قدرت نهرب منهم وقيت غادي رغم ذلك كنجري حتوصلت واحد سوبر مارتي حاولت نقاط دراسي ذلك لهذا وحالتي ودخلت كنت بغى أن أخد زي زوار والفاصمة وبرو خيطة صدقت واحد حتى بالسباغ المائية خرجت ذلك العظيم السوبر مارتي وذلك البنت اللي كانت فيها كوية كتشوفيه وكتبتسم تمت غادي ونا مضمق ذلك اللي اديته غادي وكنشوف لي من اللي سرع كنت عارف بالأخوتنا متعقبيني ومدام قدروا أنهم يعرفوني كين في ذلك الكنترا هشي بعيد غادي يكون هادش بسبب ذلك المشروع اللي لاسق لي فراسي أحسن حاجة سنقوم هي نتخلص منه وأنا سأقوم في طريق بلية واحد اللوزين مهجورة نقص ذلك الصور ومشيت لي هنا كل باب دياله مسدود صلقت لي ذلك الصعوبة حتى طلعت الاسطح هكذا نقدر نشوفهم إلى جاوة وذلك ساعة نقدر نقوم نقوم بالتأكد ذلك الشعر الكاميرا عظون للتليفون ماذا بدك لهذا زي زوار وبقيت كنفتح ذلك البلاسة دي الخياطة اللي خلت لي الطبيبة فراسي كنحل وناها كنحسب الضوخة وبرغم ذلك كنقاوم حتى حليت ذلك الضربة دم ذكبت عليه بشكل شلال قمت بتصباية تموة واذا بدك الشريحة أخيرا من بعد جاءت المهمة الصعوبة ووقت الخياطة قمت بتدريكو بالجهد وبقيت كنخيط وكنغوط ما كملت ما أشبت أخوة نفلاك نقزوا من الصور بشكل نينشا كلهم كانوا ضربين كاكل قمت بتصوير قمت بتصوير ورشيد والحمر مباشرة بديت كرسنا في وشي الفاتشد الله جوكير اخواتنا في الله داروا بلوزين كسحاب لهم باللي أنا كيلداخل هرسوا القفل ودخلوا شمنيا بهم وكان معهم الرقم واحد من الصفاحة نقص ذلك بصعوبة طعت في الأرض وحسيت بل دماغي جزاسة طليت الداخل كان ضلام وكلهم كانوا شعالين بلوزين سلاحوا كيقلبوا عليها ودخلت ذلك العضب شوية بل ما ندل الحس وسديت الباب من الضاخل وبزكرهم اخواتنا في الله كانوا مفرقين لأنه وزين كبير بسطاف كل واحد منهم كان دايز وهذا شي كامل كان في الصالح والميه بسيطت الضر والتنصص صيادها فذلك نبدأ بسيطة وحسيت من حديث كل واحد وعطيته بالقوة بعد. قمت بسيطة وفاييته قبل ان انتحرك تلقيت الاساسة وخلت لي الشريحة في جيبو ومشي تضمقت من بعيد كلهم كانوا مترقبين للجي بي اس لعرفوا الشريحة في النار كيلون بلاس مونديالا والذي رأيته السطابل ما كانت تحرك كنتموا غادي نقص دينه هنا بديت كانت كيف يوم واحد ورا واحد اللي كان جرّك ندوز عليه حتى بقى الرقم واحد وغيرك يدورك يقلب حل شيء ببيتبول وكان واحد آخر باقي ذاك أخونا كان غادي مترقب ذاك لون بلاس مونديال شريحة حتى وقف قدام أخونا في الله لي حيت لسانه قل لي ملك ما هو واقع؟ ذاك أخونا في الله بدك يقول لها أبابابابا أبابابا أخونا ما فهموش كان يقصد لي بلي أنا واقف وراه مع دار عندي ما أخشيت لي كروشي طاع في الأرض وطاع لي السلاح من يديه أخونا في الله معرف راسه بشت شبله بحلقة كان يشوف ملاك الموت قدام عيني ذاك الوقت يوقف عليهم الرقم واحد أخونا في الله لي عطيته كروشي بدك يغوت عليه ويقول لي ها هو قتله ها هو أخونا في الله يطوق ويغوت ويضوي عليها بالبيل ويقول لي قتله ولكن الرقم واحد كان مشوش سوف يشوف يدير الميك اوب من الجوكير دماغه تبلونطة ليس كمارة التي أعطوني في دماغي يحاول مسكني يتشاكي ويقلبوا الكنواره كان بلونطي وقبل ما يدرشي هاركة أخرى أخييت لي الخنجرة تحت عندي من الجوكير يريد أن يعلقوا هذه اللحظة لذلك السلاح والتيرج فيهم قربت هذه اللحظة من الأول أخذت الشريحة ومشيتها خرج من تماك نقص هذه اللحظة مصورة وقيت طموبيل لهم طلعت لي وفايتها جيدا قبل ما تحرقت قلت أخذي نحل المالان ما فيها والتي حليتها تصدمت من كمية القنبول والسلاح اللي كان فيها أخذت واحد الساكنت أماك عمرته بالقنبول وقلت صح وقد قلت قلبي وقلت بصورة وقلت في التلفون اللبنية الصغيرة وقد قلت قلت عندي وكان طعش والذي تصورني وقد أقولوا لي بلف شاكل وقد قلت عندي وقد نرى هذه الشريحة وفهمت ما الذي لا تحتاجه نقف لأننا أخوة منها كانت تبعوها محطة الرجلية تتحدثوني نكشيرات وقت غادي ذكر وقت جاتني فكرة في بالي فكرة صراحة مجنونة ولكننا عادي نجمع بها أحب بوشبن قلت غادي كندور حتبع لي وهد ديبو كان معزول شوية وما كانوش قدمه الديور ولا الطموبيلات ولا الناس الأبرياء وعرفت ذلك العظم اللي هذا المكان هذا ولكن قلب عليه قررت ذلك العظم حدا وكان مسدود واضطريت من فرقها على القفل الفوق كانت مكتوبة انتباه مواد قابل الإشياء قبل ما ندخل بالي وهد موش وحيث صارها أنا كنموش على المشاش من الصغر بشي تزيت وقعي تكلاب معه تيو تيو دخلت معي لداخل اجبت ذلك الشريح ذلك العظم وخشيت يلي في فمه صحة شسرته طلقت ذلك العظم في الديبو ويتم غادي كي جرغوه كي حاول مسكين يهرب ذلك العظم دورت القنبولة في الديبو كامل ايه براسك القفل على علامة الخطار كان احتفاع قنبولة فقال قناعتها القنبولة الأخرى اللي بقاشها عندي خليتها جيت الشرجم بشي تبقى اليمن بره خرجت ذلك العظم بعده تكواني تبعيد بالصراحة ليس بعيد بثارة تقريبا 100 متر على الديبو بقيت ناس على دهري وكان شوفه في السماء ونجوم اللي مضوينا ذلك الوقت المنظامة شافوا الجي بي اس ذلك يتحرك وليس بعيد وما كانش خاصتهم هذه المرة يضيعوا الفرصة ذلك الشيالات موجرين من كامل اللي طبقوا فيهم ذلك المشروع جابوهم كاملين في دقة واحدة وجابو خمسة طموبيلات كبار ذلك الرجال ديالهم ذلك اللحظة طوقوا الديبو كامل الديبوك في مكتلكهم كان كبير بثارة دخلوا ذلك العظم على الباب وما كاملاش قريبا دقيقة كتر من 25 واحد كانوا نداخل إلا واحد مسؤول جمعهم وبقى مراقب من البيت كان جاي بشي وقف على خدمته برجله ذلك اللحظة عرضت بلي هذا أول وقت مناسب لك الوقت كش أنا واقف أونفاس مع ذلك القنبولة اللي قدرتها الشرثم وهسلح حال العين وسادة عين القرطة سلولة ما تبتاش فيهم الثانية كذلك الثالث أخوتنا في الله القول مش وتأكدوا باللي شريحة فيه الوقت اللي وصلوا المعلومات المسؤولين ديالهم كان فهت الفوت وقرطة الساة الثالثة جبتها في القنبولة نيشان ويتسمع واحد الانفجار ما يمكنش كان يدك لها دلاراسي ودركت وروحت الصورة وبقيت مغرب تمك ثلاثة دقيقة عدا والله غباري حدات من تمامك والدنيا تكلمت ذكر الوقت أنك نجري تمامك لكي نبعد من هنا هو يبالي ذلك المسؤول سيجري فتجارك سيجري فيه أنا كان يجريه ويطيحه ويعود ينود بقيت عسى عليه من بعيد لاحظة لحلطة موبيل يلا يركب كنت أنا ركابة اللور أخونا في الله غير تحرك هز عينيه فرعت ويشوفني تصدم كنتي سالم أنا عزرين لعبوا لعبة لعبوا لعبة لعبوا لعبة زوينة ادتروا هادقونت أخونا في الله قدر أبليكاسون وبقى كيدوهم هاي بقيت كنت نجيب في الكلام معاه كنت قلب على شيء حاجة اللي تخليني نسمح لي قالي نعطيك اللي بغيشي غير مش أدينيش نكتري بشرط الأسماء دي المسؤولين كاملين والعناوين ديالهم أعطعني ربع دي الأسماء وبقيت كنت نشوفه أخونا في الله بقي عقل لي كيفاش كنت يتصرف معناه وكيفاش كنت تفاهم لشي واحد فينا كيقشل شي موش ولشي كلب ولكيدو الشي حاجة اللي هي خيبة ووصد دي المنطقة السرية بقيت كنت نشوفه وبدون مقدماته قشلته وحركت الطموبيل مشيت كلادق سلت وشي ومشيت نشل واحد لوطيل كان فيه الموت للناس ما فكرش صراحة في العواقب باللي ممكن صاحب لوطيل يتعرف عليها وعطع البوليس ولكنوالو كنت الكاو غير دخلت للشومبر ديالي تحت الكاو ما فقت تلغد لي مع ديك الجوش فقت خاسر شفت ديك العدا وجي في مراية كان بنقرع لحمي كله خطوطه وأكل لعصاه وقررت ديك العدا غير نكمل تشيلي في بالي وقد ندر حد الحياتي داس من بعد خمس يام وقتل ديك المسؤول الأول كان ميكروب قدام باب دارو مصفيت عليه والثاني وسط بيت الناس كان كيخون مراشو والثالث قتلت في واحد طواليد دي الريستوبر الرعباء كان في هدفيرما قدام باب دارو ودقيتها حلو لي وليداته صغر كده حكوه وبقوا كيلعبوا معايا ذيك العدا مشاوكي جريوا عند بابا وامو وخلوا الباب محلول هنقلوا لي جاعد ناكلون كيلعب معانا برا بابا مسمع بحركة وعرف بلايضة الجوكير السلاح ذيك العدا وخرج كيقلب عليها ما فرصوش بلاي أنا راها دي جاوسط الفيرما وبالضوت في البيت ديالو اللحظة اللي رجع ليه كان خايف مقصد الباب معلقاني واقف ما بغي السلاح حطيت لي الخنجر في عونغو بدك يتراعي على ذلك اللحظة بصراحة دخونا بالطب كان عكس تلك خوتنا كاملين كان بحالة ما راديش بدك شي لك يديروه قلت لها شنو ممكن تعطيني مقابل حيات ديالك قلت لي كل شي نعطي تروا ديالي كاملة اللي بغي يجي وبالضحة الواحد الكفر فور كان كبير بالساف كانوا فيه لداخل فلوس مشتين قلت لي يجي بصعك وعمرت شي كامل جابت كل هذا صعك وعمره كامل بك تروا اللي عنده اللي بغي نغيز عليه تحل الباب ودخلوا وليداته صغار قالوا لي بابا ها هو الكلون قال لهم خرجوا خرجوا هنا الجاي دي الصغار قالوا لي ها بابا وش غادي بقى معنا قال لهم اه اه اللي بغي خرجوا كلي عندك حيات زمينا وليداته صغار وبلاش كتكون ماما مزوينة عايش فيه المكبير وليش كتسعبش تحطم الناس اخرين قال لي انا رجل سياسي بعض احيان كتفرضوا عليك شي حويش تقبلهم وخا ما عندك غرض بهم ولا رفضتي غادي قتلوك بحذك المشروع اللي لا انساني انا كتراف دوم البداية ولا ما تقشيش بكلامي قلة في الارشيف ديالي ولا رقيتني بلي عنديش انفلاتات ولا فايش معد ديالي شو احد ديك سعادر فيه اللي بغي شي انا عارف كيف ما رقيتني دابة واركت قادرة تلقاني في اي بلاسة ولا كتتي مصمم انك تقشيني دابة اعفك ما تقشينيش قدام ولاتي انا كتليك شو غاهم انا كتليك بساف انا كلموشت عليهم نزلت تلك النظام عينية دمعة تمانيت الوالد يكون بحلاكة السيس الساكت يكلله دو فكتافي وتتميش غادي ما زلت في الدروج ومدرس صغار كيغنيوا وكضحكوا وانا كن نغني معاهم ايلا حبا ايلا حبا غادي كن نغني والدموع نازلين خلص تلك رحضا من باب دي الفيرما وما يوقف اليدود دي الحراس وكانوا هزين سلاح مالباركو قال يوم مسؤول له خليوه عبطوا سلاحكم كمل طريقه ديك اللهده خديد طاكسيوم اللي ركبته وشي فوركي شوفي قال لي انت الجوكير وصلني جيت لبحر واتميش غادي بخطوات تقال لحت الساك واتميش غادي مغرق احتوصلي المركبية بك العطاج بتسلاح من ورايها وحطيت وتحت عونقي وبقيت كنت فكر قادة كشي لوقع بقيت كشي لك وحطيت كشي لك وحطيت كشي لك ماما ماما امتا بابا غادي خرث من الحبس انا توحلته بزاف ماما ماما وماما ماما ماما pipes ماما función جميع تبقيت كنبقي في الوصول واللاحظة سأتشيري بسمك ماما! ها هو! درد ذكرى درقيت الطبيبة لهاي كتجري بصعوبة وسط الرملة قربت محدى وعنقادتي من الشهد حدثت لي السلاح ولا حجو في البحر وكشبكي فانكت لها ابغيت نموش فانكت لها ما تقول لاش فانكت لها ما قادرش ما قادرش ما قادرش نجاوز الماضي يقشلني من الداخل الماضي كيعدبني كل ما كان يحس بالله أنا رجعت إنسان لكن تفكر الماضي كيف ما كنت ما يقشل عمرني قدر نكون إنسان عمرني قادر طبيبك تحاول تقنع فيه باش نغير رأيه بصعوبة تخرجت من طبيبة من ذكى من ذكى البحر قادرنا قادرنا الساك وتحركنا في الطموبيل قادرني نيشى الوحد العربية في الجوية مادريد من بعد خمس أيام قادرني الوحد الموبل ذكى الموبل كانت فيه كابينة كبيرة وكانوا الداخل بزاق الأطباء دخلت شفت ذكى ماذا تخلعت صراحة تفكر ذكى المونات الضامة وماذا تزالين تمك قادرني قادرني تيق بها ومشى الدكرة أظل داخل الناس في الباياس قادرني واحد براه وغيتها والأفاق تلقيت راسعي كله فاصمة قربعت من أحدها الطبيبة وقادرني ما اسمك قادرني ما اسمك قادرني ما اسمك ما اسمك قادرني يا بابك ماذا تسمعك قادرني قالت لي كيف تسمعك قامت له قادرني قادرني ما اسمك قادرني 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 اسمك واردك ماتوفكسيدا وانتدعبا في إسبانيا وغالي تكون عندك هوية جديدة واسم جديد طبعا بحيط لي من دماغي الدكريات الأليمة وكان ملاسي ما نحسيت بالفرق واللي تكن أسم برتاح واللي تكن بغي الهاب كانت حك بالغوات واللي يساعدني فيهن شي كترة بنت الصغيرة اللي كانت بمتابة بنتي ودابا هذا كتر من عام على ذلك الشلوق نزوجت أنا والطبيبة أليسيا والسقرينا في مادريد ودرنا مشروع كبير بدك تترول اللي خديتها من عندك ذلك المسؤول حاليا في حياتي أصدقاء أكتر جيران صحاب وذكرية جديدة وبهوية جديدة كان حسب الآن يلا تزهديت كانت هذه القصة اليوم الخوج قصة زوين الصراح أنا استمتعت بها في جميع التفاصيل وصراحة كل مرة وكيفاش الدماغ ديالي كي يخدم في القصص كانت هذه القصة أنا فخور بها وستمتعت بها وكانت رويها وستمتعت بكتابة ديالي كانت منها حتى أنتو ما تكونوا استمتعتوا بها وتكون لقاتكم في أحسن الأحوال وإذا وصلتوا لهذه النقطة بدأت لا تنسوا جاء عندي الإستغرام ونقشوا معي بشي مواضيع اللي عنده شي قصة يبرتجالية واللي عايش مواقف اللي هي صعيبة ونقدروا ندخله في إصطوار وممكن يرفع عليه نفسيا حتى هي بطريقة جماعة وأنا سأعتبركم لها إلى الثاني ديالي حتى ما كانوا شو واحد غير يسمع لك كتر من ساعة ساعتين إلا لكان يبغيك وكانك يعتبرك واحد مائلة دياله لذلك كان بغيكم تساف تشال الله والخوت وما تنسوش ديما سوفيان ستوريس سوفيان ستوريس ترجمة نانسي قنقر